من تونس ينضم إلينا سرحان الشيخاوي الكاتب الصحفي المختص في أشؤون البرلمانية سيد سرحان أولا ضعنا في بعض التفاصيل هل انتهت عمليات الفرز؟ هل ظهرت بوادر النتائج؟ أم هذه الجلسة تنضم إلى سابقات السبعة في الفشل؟ وإلى الآن ما زالت اللجنة البرلمانية المختصة في فرز أصوات نواب البرلمان ما زالت إلى الآن بصدد القيام بعملية الفرز وتقريبا العملية شرفت على الانتهاء لكن حسب التسريبات التي تحصلنا عليها من بعض أعضاء اللجنة أنه لم يتحصل أي من المرشحين على عدد الأصوات الكافي للمرور إلى عضوية المحكمة الدستورية ويجب في هذا السياق أن نؤكد أن حتى يمر المرشح إلى عضوية رسمية في المحكمة الدستورية التونسية يجب أن يتحصل على 145 صوتا ويمكن أيضا في هذا السياق أن نتحدث عن أسباب ذاتية وأسباب موضوعية جعلت البرلمان التونسي يفشل في ثماني مرات متتالية بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أما فيما يتعلق بالأسباب الذاتية هذا هو السؤال ولما سات سرحان وأنت تذكر لنا هذه الأسباب لسبع جلسات واليوم هي الجلسة الثامنة لما هذا الاختلاف؟ لما عدم التوافق؟ ولما استباق الجلسات بعدم التوافق ومن ثم الوصول إلى درجة من درجات الفشل مجددا لماذا؟ نوال أكيد مثل ما تحدث أن الأسباب يمكن توصيفها بأسباب ذاتية وأسباب موضوعية فيما يتعلق بالأسباب الذاتية أن الشخصيات التي تم ترشيحها لعضوية المحكمة الدستورية ليست شخصياتا توفقية في الشارع التونسي وعليها الكثير من الخلافات أما فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية فهي تتعلق أساسا بالكتل البرلمانية التونسية التي تحاول كل كتلة منها البحث عن موطئ قدم في المحكمة الدستورية وهنا توجد مفارقة كبرى ما بين الحديث عن محكمة الدستورية ينص القانون المحدث لها على أنها هيئة مستقلة ومن جانب آخر نار الكتل البرلمانية والأحزاب الكبرى في تونس تتصارع للبحث عن موطئ قدم في هذا الهيكل وهو يعتبر أكبر هيكل دستوري في تونس له صلاحيات جوهرية في تونس خاصة فيما يتعلق بالنظر في دستورية القوانين التونسية والجدير بالذكر في هذا السياق أن البرلمان التونسي يخضع إلى ضغط كبير في الفترة الأخيرة لتمرير أعضاء المحكمة الدستورية هذا الضغط انتقل في المرحلة الأولى من ضغط من قبل المجتمع المدني التونسي والإعلام التونسي إلى ضغط شعبي كبير خاصة بعد الأزمة الصحية التي مر بها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهنا يجب أن نذكر أن المحكمة الدستورية هي الهيكل الدستوري الوحيد المخول له النظر في مدى شغور منصب رئاسة الجمهورية وهنا كنا نتحدث في الفترة الأخيرة وفي نهاية الشهر الماضي عن وجود فراغ دستوري بغياب المحكمة الدستورية وهو ما ولد ضغطا شعبيا كبيرا على البرلمان التونسي لتمرير أعضاء المحكمة الدستورية لكن حتى في ظل هذا الضغط لم ينجح البرلمان التونسي في التصويت على أعضاء الهيئة المحكمة الدستورية خاصة في ظل وجود صراعة كبرى حول بعض الشخصيات التي تم ترشيحها على حال تونس مقبلة على انتخابات وبالتأكيد هذه الإجاءات لها تداعياتها أشكرك جزيلا سرحانة شيخاوي الكاتب الصحفي وهو المختص في أشؤون البرلماني ضيف الغد من تونس اشتركوا في القناة